مصر الذي حول هذا المجتمع عباش واندس من ظلمة الليل والهزيمة وانكسارها إلى نشوة الفوز والانتصار والرغبة كمان في مستقبل هو أكد على حاجة أبعد من كل ده اللي أنا بقوله حضرتك إذا اجتمعت الإرادة مع التخطيط مع أنك تصف في قدرتك وتحط أولوياتك ثم الإيمان بالله ثم الوحدة تستطيع أن تعقق أي شيء مفيش مستحيل السادس من أكتوبر قال كده خط برليف خط برليف ده كان رمز لاستحالة العبور يعني تحطيمه هو كان تأكيد أنه مفيش حاجة اسمها مستحيل يعني أنت شاهده الرمز الذي لا يمكن اجتيازه وإحنا بخرطوم مية وفكرة بسيطة والله أكبر وتخطيط بالدقيقة والساعة والثانية نستطيع أن نعمر عملنا الكلام ده يبقى ما نقدرش ننظم شوية كورة يا أخواننا إنتوا فين وإحنا فين والدنيا فين أين أنتم من روح أكتوبر أين أنتم من رغبات هذا الشعب أن يعيش يوما في شفافية في وضوح اللي مش عايز يواكب هذا العصر يا جماعة ما يقعد يتفرج علينا ومناصبه للشرفية مالية الدنيا لكن إن إحنا نقعد نعاني علشان مستنيين حد يعالج لنا ومش عايز يعالج ويملك القدرة على العلاج فأستاذ إبراهيم كمان النادي الأهلي في أكتوبر وفي سبعة وستين في لحظات الانكسار وفي تمانية واربعين كان موجود كان فاتح أبوابه وفي ستة وخمسين وستة وخمسين بطولي واعتقد أن فيه أفلام جابت سيرة النادي الأهلي في الموضوع ده إزاي كان بيفتح أبوابه وإزاي كان بيستقبل المتطوعين وإزاي كان هو أحد مراكز التدريب اللي بينطلق منها مبادرات الشعب مع الجيش ترجمة نانسي قنقر